بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبعه ذاه وبعد فعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ما معنى احفظ الله كيف لي أنا كإنسان أن أحفظ الله تبارك وتعالى معنى حفظ الله أن تحفظ أوامره وأن تحفظ حدوده وأن تحفظ نواهيه فتفعل كل ما أمرك الله به من طاعات وتبتعد كل البعد عن الذنوب والمعاصي والسيئات يقول أحد العارفين أن يجدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك فإذا فعلت ذلك كنت من الحافظين لله تبارك وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فالحفيظ هنا هو الحافظ لأوامر الله والحافظ لحدود الله تبارك وتعالى فلا يتعداها ومن أعظم الأشياء التي يجب على كل مسلم أن يحفظها الصلاة لأن الله تبارك وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ومن أمارات الفلاح الحفاظ على الصلاة يقول ربنا تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون ثم ذكر منهم والذين هم على صلاتهم يحافظون كذلك من الأشياء التي يجب على كل مسلم أن يحفظها الوضوء فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كذلك من الأشياء التي يجب على كل مسلم أن يحفظها الأيمان الحلف بالله تبارك وتعالى فلا تكثر الحلف بالله تبارك وتعالى صادقا كنت أم كاذبا لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم والله يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك من الأشياء التي يجب على كل مسلم أن يحفظها أن يحفظ الرأس وما وعته من عينين ومن أذنين ومن أنف ومن فمن ومن عقل والبطن وما حوته فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى كذلك من الأشياء التي يجب على كل مسلم أن يحفظها الفرج فقال ربنا تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ولما هبط سيدنا آدم عليه السلام من الجنة أوحى الله إليك أن احفظ فرجك ولا تضعه إلا في حلال فإذا حفظت الله تبارك وتعالى في أوامره وفي نواهيه وفي حدوده حفظك الله تبارك وتعالى حفظك في أهلك وفي مالك وفي عيالك وفي يسدك وفي قوتك وفي عقلك وحفظك من كل شيء وحفظك في كل شيء كان أحد السلف رضي الله عنهم وارضهم قد جاوز المائة سنة وكان ممتعا بعقله وبصحته وبقوته وقد وثب وثبة شديدة فلا موه في ذلك فقال رضي الله عنه أرضاه أعضاء حفظناها في الصغر عن المعاصي فحفظها الله لنا في الكبر والذي ينظر إلى قصة سيدنا موسى عليه السلام والخضر وقصة الجدار وقصة الغلامين يقول الله تبارك وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فحفظ الله تبارك وتعالى هذا الكنز لهؤلاء الغلامين لماذا؟ لأن أباهما كان صالحا فبصلاح الآباء ينفع الله تبارك وتعالى الأبناء وكان سيدنا ابن المنكدر رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي من حوله فما يزالون في حفظ الله وستر وكان سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رضي عنه يقول لأزيدن في صلاة لك يا بني رجاء أن أحفظ فيك فإذا حفظت الله تبارك وتعالى حفظ الله لك أهلك ومالك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تجده أمامك ناصرا لك ومعينا لك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الحافظين لحدوده إنه سميع قريب وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين